ولنقاش ملف سئناف التظاهرات في المحافظات المنتفضة بعد رفع خيام المعتصمين والقمع الذي تعرض له الثوار لسيما في البصرة ينضم إلينا عبر الحاتف من بغداد النشط في تظاهرات بغداد إياد الرومي أهلا بك سيدي حياكم الله أهلا ومرحبا ما الرسالة التي أراد المتظاهرون إرسالها من هذه التظاهرات خاصة بعد استئنافها رغم القمع الحكومي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلا قناةكم ولمشاهدي قناة الرافضين الرسالة كالتالي أنه الخيمة لا تعني ثورة الثورة أصبحت اليوم تخروا عقيدة مدة جزر في عقوس السوار الذين كاروا ضد سبعة عشر عام مر من القسل والتنكيد وتركة المال العام بذلك موضوع الخيمة لما تحتفظ الخيمة هذا لا يعني شيء بالمستشفى الثواب احنا لما بجينا من يوم واحد عشر ما كانت أكوهنا لتخيام ولا تنع التخيام هم يعتقدون ان هذه الخيمة في حركها سينهون الثورة السلمية بالمناسبة نحن السلميين خاصة ولكنهم لا يعرفون الدستور لا يتيرون وفق الدستور ولا يتيرون وفق القانون بالنتيجة هم اليوم خرقوا حتى الدستور خرقوا لأنه المتضاءة ثور سينهين وفق المال الدستور وهذه المظاهرات معنى هاتفية في مطولة سوريا من اقتحام الخيم فهذه مخالفة سوريا وسيضعى الوقت الى اللجوء الى المحاكم العراقية والمحاكم الدولية تحركت مختلف المحافظات لمواجهة الانتهاكات الحكومية الاخيرة ضد حرية التعبير وسلب هذه الحرية الى اي مدى تعتقدنا اليوم امام موجة جديدة من ثورة تشرين اليوم احنا نسميها المرحلة الثانية بعد يعني الأحزاب الباسل ما كشرت أنيابها وكشفت حتى عن عملائها الذين تجذروا داخل ثورة تشرين يحاولون تغلغلوا أطولين لم يتجذروا وإذا ما تغلغلوا داخل صفوق السوار ولكن اليوم بعد ما هذه الأحزاب العقلة كشرت عن أنيابها عرضنا من لنا ومن علينا ورب ضارة النافعة يعتقد بعض يعتقد البعض أنه ثورة تشرين تهد بالعكد ثورة تشرين الآن هي في المرحلة الأثانية إدامة أكثر من سنة اليوم هذه المرحلة التي لا رجعت فيها أخاف يعتقدون أنه مثلا في مغداد أو أي مكان في المحافظات في البطر أبي جمارة إذيقار لما تحترد خيمة يعتقدون أنه هي إنهاء للإحجاجات نحن قلناها في مغداد إن قمي على ساحة التحرير فسنجعل بغداد كلها ساحة للإحتجاج إذن حرق الخيم خطأ كبير جدا تقترفه الحكومة اليوم لأنه كانت المظاهرات والثورة بحصورة في مناطق معينة مثل بغداد في ساحة التحرير وفي الحقومة في بيقار ولكن اليوم لما تقمع هذه الأماكن ستتشرين الثورة ليست في الحقومة فقط وإنما في كل بيقار وليست في ساحة التحرير فقط بكل بغداد هناك تهيي أيضا طبعا هو ليس كل ما يعرف ولكن لنصف الصدور أهم العراقيين في الداخل والخارج تقول لهم إن أبناءكم قالوا والله جنعون حتى استرداد الوطن هناك عمل لأضيان مدني طادم والأيام قبلها بالمفاجعة سيد إياد بالحديث عن هذا العسيان المدني وتظاهرات السلمية ما توقعاتكم لردود فعل القوات الحكومية والميليشيات على هذا التحرك السلمي أو تصيد السلمين صح القول خاصة بعد تحريض المستمر من قبل شخصيات معروفة في الحكومة على المتظاهرين يا سيدتي كل شيء نحن نتوقع لأنه ما فعلت الحكومة من قمع يعتبر هو آخر مسمار بنعش هذه الحكومة آخر مسمار يدرق بنعش هذه الحكومة التي لم نرى منها أي شيء إيجابي على أرض الوقت فقط وعود وعود غير صحيحة اليوم الحكومة هذه يعني تحارب الناس حتى في أرزاقها حتى في رواتبها الشهرية حتى لأن الناس لا يستلم رواتب هناك يعني غليان جماهيري ومن الممكن أن يكون هناك عبسيان مدني بقناعة ثامة أو قرر يعني بقناعة ثامة أرجع انتفاه على كلمة بقناعة ثامة كيف بقناعة اليوم سابقا من الضوار عندما خرجوا خرجوا خلي يعني نقول عشرة من مينة أو خمسة من مينة أو خمسة من مينة ولكن اليوم 37 مليون عراقي مهدد بالشوع كل العراقيين بيعدهم رواتب اليوم مهددين بالشوع ما برواتب غدالت هاي الناس راح تطوع بقناعة ثامة مبسط دوار وحدهم وإنما كل الشعب راح يقف مع الأصيان المدني المرتفع إذا الحكومة ما تلاحظت على روحها وقدمت اعتذار من الشعب العراقي وأصبحت حكومة حقيقية وأنا أستبعد هذا الأمر بأنها حكومة مكتوبة الإرادة كان هناك تصعيد كبير في البصرة تحديدا حيث أكد نشطين هناك بأن القوات الحكومية استخدمت قوة مفرطة لم يسبق للمتظاهرين أن رأوا مثلها على ماذا يذل ذلك نعم هذا أولا يا سيدة هذا التحق وهذا استخدام القوة المفرطة غزة الدوار الدنيين الذين خرجوا في المعدة 8 أو 6 هذا على شيء يدل على نهاية هذه الأحزاب لأن هذه الأحزاب اليوم حتى جفت جفت مويلها وخسرت جماديرها وليس لها مصداقية لما جوج للدداية كانوا يلحقون على الضقون وما أطلقهم بعض الناس الذين لا يعرفون ولكن اليوم حتى لإنهم كشفوهم انتهى موضوعهم موضوعهم اليوم هو التحبط والتحرك الأخير يحبون أن يخمعون هذه الثورة ولكن هذه الثورة لن تهدأ حتى ترداد العراق العراق العظيم إلى أهل الأصليين الذين لا يأخذون أوامرهم هنا وأولا شكراً شكراً جزيلاً لكم نشط في تظاهرة بغداد إيادة الروبي حدثنا عبر الحاتف من بغداد من بغداد من بغداد